سمادر الأخ أو الأخوة بي آر بي آر طبعا أنوه مرة أخرى سماع الأخوة في المشاهدين أن هذه الأسئلة مستقات ومنتخبة من قناة سماحة السيد رشيد الحسيني على التليغرام لأن الأسئلة كثيرة جدا الأسئلة الأخرى إذا متسع الوقت لطرحها في هذه الحلقة ستطرح إن شاء الله ويجاب عليها في حلقات أخرى بعونه تعالى فحوى السؤال الأخ أخت طبعا تقول أنا مدرسة وهذه السنة التي مضت المديرة المدرسة قالت أنها ساعدوا الطلاب يعني نطوهم درجات بسبب هذه الظروف كذلك المشرفة أكدت على أنه مسألة مساعدة طلبة لعبور هذه السنة ومنحهم بعض الدرجات من أجل هذه العبور تقول أنا أدري هذه المسألة إعطاء درجة لغير مستحقها فيها إشكال وإذا ما سويت ما نطيت وما ننجحت رح أحاسب من قبل المديرة ومن قبل المشرفة في هذه الحالة ماذا أفعل؟ وهي من المشاكل والبؤس اللي نعيشه إحنا وضع البائس في بلدنا أنه كل شيء فساد هو الحاكم أنا مشي والطفل الآن عندنا أطفال وسطه والصف الثالثة ابتدائي اسمه ما يعرف كتبه اسمه ما يعرف كتبه الصف الثالثة ابتدائي لأنه كل كرون وكرون وكرون وماكو كذا ومشوهم هذا تحطيم للبلد سيدنا بالقفصين تحطيم للبلد تحطيم للبلد أدنى بالعدادية وحتى بالكلية أنه يكتب أن نونها وراه لا الإملاء أخو كارثة إملاء كارثة أنا أشوف كتب وزراء يكتبون نواب مجلس تضحك الثكلان لا هذه أمور علي حال أقول فالمشكلة أنه بس مشو أنطوا درجات الأساتذة مساكين بعضهم يقول سيدنا ما نفعل النظام نظام فاسد المديرة مديرة تريد تمشي نسبة النجاح في مدرستها حتى يقال أنها هي ناجحة وشنو يسوي علي حال أكو أشخاص أعرفهم يعني أدكاترة وأساتذة يقول أنا في الواقع ما أعطي إلا ما يستحقه الطالب بعدين طهمي أقول أنتو خلوا اللي تردوه وأنا ما مسؤول أنا ما مسؤول هاي دفاتر الطلبة هاكم أنتو الدفاتر الطلبة تردوه تخلوا درجة ما تخلوا درجة أنا ما مسؤول أنا أوقع على شنو؟ على هذه الدرجات تردعون جعلوها في ذمتهم وفي حوزتهم ترجمة نانسي قنقر